الخبر الأول اللي عدنا عن سعودي روبورترز ووصول قناتهم للسبعة مليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك وما بقلهم شي على العشرة مليون فإن شاء الله يا رب أقرب وقت تجيبوها ولا تنسوني حبايب باركولهم بالكومنتار الخبر الثاني اللي عدنا عن عزة زعرور وأعلانها عن أغنيتها الجديدة فعزة نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري أو هذا البوست اللي تقول بي أغنيتها شوبيني لح تنزل اليوم الأحد يوم 25 عشرة يعني بعد أغنية نورستار بيوم اللي هي رح تكون أغنية شارط مسلسلها الجديد فإلا حبايب كلكم مشتركوا عند عزة زعرور وانتظروا الأغنية وكتبونا بالكومنتات إذا انتم متحمسين الخبر الثالث اللي عدنا عن أحمد أبو الروب فهوائي من الأشخاص كانوا محتارين وين أحمد أبو الروب مسافر فأحمد أبو الروب نزل على حسابها بالإنستجرام ستوري يعني نبيعنا هو وين مسافر رح حط لكم يا عالمودة شوف جماعة نحن في تركيا حالية في اسطنبول في تقسيم فخلينا نشوف أحمد أبو الروب شوني رح نزل هالفلوقات سفر أو مقاطعه يا يوتيوبر خلينا ننتظر ونشوف الخبر الرابع اللي عدنا عن ريدر وتضامنه ويا أهل بلد العراق فالريدر نزل على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول بي اللي بالعراق ويقدر يساعد ويتبرع لهم سمو شرط فلوس أو أي شي فصراحة حركة حلوة من ريدر فحبيت اني أشاركه وياه فهذا هو اسم حساب هذول أشخاص تقدرون تتواصلون وياههم وتتبرعون إذا أنتوا حابين الخبر الخامس اللي عدنا عن أنس الشايب ووين هو مسافر فأنس الشايب فتح بحسابه بالإنستجرام بيث مباشر يعلن بي عن سفره وبنفس الوقت يطلب بي من المتابعين أنه يتحذرون وين هو مسافر فالأغلب يقول إليه هو سيسافر لألمانيا ولا حيلتقي بيسان اسماعيل والذي صراحة أنا لا أتوقع نفس الشيء أنه سيروح له هناك وبنفس الوقت تكتبونه بالكومنتات وين تتوقعون طبعا يا حبايب هذا البيث كلش طويل تقريبا 20 دقيقة في اللي حابني أشوفه كامل بي أشياء حلوة في قناتي الثانية وبس والله اللي هنا وصنين نهاية المقطات من المقطع يجاوكم لا تنسون ويتحطون لك وتشتركون بالقناة كان يوكم فيتززين من قناة مملكة القصص ومع السلامة